اشتركوا في القناة باليوم الدولي للطيران المدني الذي يصادف السابع من ديسمبر من كل عام وعقب الحفل الرسمي قام فريق فني برفقة عدد من التلاميذ بإزيارة إلى مطار سنجاموس الدولي هارون أبدا سلطة الطيران المدني في تشاد تحتفل في الدورة الرابعة بمناسبة اليوم الدولي للطيران المدني تحت شعار طيران مدني نافع وفاعل لفك العزلة وبهذه المناسبة قال المدير العام النائب لسلطة الطيران المدني إن هذا الشعار يتماشى مع رؤية الحكومة وخاصة رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس دبيتنو الذي بذل جهودا جبارا رغم محدودية إمكانات الدولة من أجل الارتقاء بقطاع النقل الجوي ومن ناحية أخرى شجع التلاميذ والطلاب المشاركين في الحفل للالتحاق بأكاديمية الطيران المدني والتخصص في هذا المجال الحيوي بحيث أن هذا المجال هو الكفيل بالنقل الأكثر ضمانا وراحة وبعد الحفل الرسمي قام فريق فني بزيارة استطلاعية بمطار حسن جاموس الدولي وذلك للتعرف على نظام العمل والجوانب الفنية للرخلات من وإلى شات وقد تابع التلاميذ شروحات الفنين بالغرفة الفنية للملاحة الجوية وعملية المراقبة بالفضاء من خلال برج المراقبة والتقنيات الإلكترونية علما بأن مطار حسن جاموس الدولي يقضع لرقابة أمنية مشددة ومزود بأحدث الأجهزة التي ترد على متطلبات التكنولوجيا الحديثة وذلك من أجل سلامة المسافرين فتح اليوم الأمين العام لإزارة الزراعة والرئي أعمال الورشة الوطنية حول وضع الخطط والاستراتيجات الكفيلة بتطوير القطاع الزراعي في شات المناسبة جرد بفندق راديسون بحردين عبدالشف نظمت الورشة الوطنية التشاورية التي وضعت من أجل الخطة الاستراتيجية الوطنية لوضع آلية زراعية في شات هذا فقط أشار في كلمته ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغزية والزراعة محمود منصور إلى أهمية الورشة الوطنية والتي وضعت لدراسة الأجندة المطروحة في لواحي مشروع تطوير قطاع التنمية الاقتصادية مؤكدا بأن منظمته تطعم برنامج سياسة الحكومة الرامية إلى تحسين الأمن الغزائي وتسيير الخطة الاستراتيجية وتوفير آليات تسهم في ترقية القطاع الرفي أمين الدول بوزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية دانديلو بيلي أوضح في قطابه الافتتاحي إلى الآليات الجديدة من أجل تطوير الزراعة في شات وأشار إلى أن الحكومة تسعى دوما من أجل ترقية هذا القطاع الحيوي وذلك تبقى لسياسة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرامية إلى تنمية القطاع الرفي وتوفير الأمن الغزائي في البلاد مطالبا المشاركين في الورشة الخروج بنتائج إيجابية وأفكار بناءة ومفيدة من أجل وطع خطة حديثة تسهم في تنمية العالم الرفي أوقض اليوم مجلس عادي للوزراء تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وقد درس المجلس وصادق على عدد من مشاريع القوانين الخاصة بوزارتي المالية والميزانية ووزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي نتابق محضر مجلس الوزراء مع وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة مادلين ألينجي وبالترجمة الزميلة زمزن طاير عشور يأتي هذا البيان الذي وقص فيه نتجة أعمال مجلس الوزراء في السابع من ديسمبر لعام 2017 تحت رئاسة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الاثنين في مشروعي قانوني الميزانية والتي وضعت في جدول أعمال المجلس أولا فيما يتعلق بوزارة المالية والميزانية المجلس درس وصادق على مشروعي قانوني الميزانية العامة للدولة لعام 2018 في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وهبوط أسعار البترول فإن الميزانية العامة للدولة لعام 2018 وضعت كالتالي فيما يتعلق بالمصادر التي تساوي 846 مليار فرانك سيفا يصرف 343 مليار فرانك سيفا وبعز مالي يساوي 499 مليار فرانك سيفا من أجل الحصول إلى إنعاش الاقتصاد فإن كل القرارات المتوقعة من قبل الحكومة هي ضرورية وذلك من أجل الحصول على الموارد الضريبية فإن الجهود متواصلة من أجل تحديث وتعديل الإدارة الضريبية والجمهورية وذلك بوضع نظام إخباري حديث يختص بإدارة الميزانية وذلك عبر إعادة تنظيم الدخل المالي وفيما يتعلق بالنفقات فإن الحكومة وبمشاركة المجتمع الدولي تعحدت بدعم الاقتصاد من 2017 إلى 2021 وذلك بإعطاء أولويات لبعض النفقات كما أنها ستواصل بمراقبة شهادة الموظفين فإن حالتنا المالية صعبة للغاية وهذا يتطلب منا بأنه لا بد أن يكون تخفيض في النفقات وفي نفس الوقت تسعى لرفع مستوى الدخل ثانياً وفيما يتعلق بوزارة المالية والميزانية والمجلس الذي درس وصادق على مشروعين الأول يتعلق بتنظيم الرسوم الضريبية والثاني يعنى بالموارد التي خاضعت للرسوم الجمركية وإن هذه الإجراءات تهتم في رفع المستوى الضريبي وزيادة قدرات المراقبة وأيضاً حماية المستهلك من أضرار المواد المهربة الغير مطابقة للمواصفات الجودة وأخيراً فيما يتعلق بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي المجلس درس وصادق على مشروع يخول رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو بالمصادقة على مشروع يتعلق بدعم مشروع حول الطاقة الشمسية من أجل التنمية الريفية قد يتعلق بدعم مشروع حول الطاقة الشمسية يتعلق بدعم مشروع حول الطاقة الشمسية ترجمة نانسي قنقر